شوفي أنا من ضمن الكلام اللي كنت بقوله بقول إنه انتصار ما عندهاش أي تردد في إنها تخوض مغامرة وبعد كده قلت أنا هسأل السؤال مغامرة زي إيه؟ هقولك فوجة نظر أنا فمسلسل ذات إيه اللي يخلي انتصار تقوم بدور أم من اللي كريم وعمليا هو نفس السن تقريبا نفس الجيء يعني ليه أقوم بدور أم زميلتي اللي قدي ومن نفس جيلي أنا بشوف ده إنه مغامرة بنت لزينة لا هي مش مغامرة ولا حاجة أصلي أصلي مش مغامرة ده كلام قديم يعني كلام معاف عليه الزمن بتاع أنه هو أصلاً ولازم أبنى أنها تلوات ناس غنونة وغمورة مش صغيرة بس وغندورة وما بقاش أم أبداً أبداً ولا جد أبداً 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 لا ده كلام يعني إدم الكلام ده أول آه بس أم لأم وبتكمل الحد ما العالي يكبر ويبقوا عرايس 80 سنة وصلت لـ 80 سنة بجوز أحفادي صح وأحفادي خلفوا يا دين النبي يديلك طلطل عام آه وكبروا كده عيانهم بقوا ما شاء الله يعني لحية تجيلي التالت كمان بقى قدي كده كبار كده ما شاء الله وفضلت مكملة في المسلسل يعني ولما اتعرض عليها ما حسيتش بأي تفكير يعني اللي هو إيه ده معقولة لا خالص عادي هاي دور ده شغل وأنا كنت شايفة فرصة كمان فرصة إن أنا أقعد أجرب نفسي وعلى فكرة أنا كنت مرعوبة مني كبيرة مش مرعوبة من الستة الصغيرة لأن الصغيرة أنا هعملها يعني أنا ممثلة شطرة وعملت أدور قبل كده هعمل ده كويس يا ترى إزاي بقى من أول سن أنا لأت من أول سن ستين هقنع الناس ولا لأ هروح فين وأقول إيه ستين سبعين تمانين إيه ده إيه ده إيه ده فين ده طيب حفر إزاي ما بين الستين والسبعين والتمانين يعني هدرجها إزاي إزاي ما مش ماقول فجأة كده بقى هنا عواجز على طول نفس الشكل على الآن الشكل بتغير والآداء كمان بتغير أنا أعمل إيه بقى هنا على طول بقى إيه يعني عدت إيه قلت خلاص ومش دلوقتي التصوير ده بس تعالى عملنا بروفة مكياج الأول في الكبر قبل ما نبدأ مع المكير محمد عبد الحميد وهو شاطر قوي ما شاء الله عليه ومتخصص قوي في الحتة دي وكان برضو محمد عشوب برضو هو اللي مسك العمل برضو قديم قوي ويفهم في الكلام ده عملت بروفة الشكل ويتستني بقى شوية كده كتير لغاية ما نيجي للمرحلة دي أعدت أفكر أفكر لم ألاقيتش بقى غير تيتا تيتتي بقى أعدت تستدعي وكانوا سامح لنا بالارتجال جامد قوي في المسلسل ده فجبتي تيتا كان لها كلام كده ينغص يعني زي إيه زي أنت طول نارع تضيعي وقتك مع الجرين وتروح تقاضي أعدي مع عيالك أولى وده كلام جدات فعلا هو فيه صحاب ما فيه صحاب عيالك أولى وبيتك أولى أعدي عمليك شوية بسكوت عمليك شوية ميني في الفرن أعدك تغزوا بيهم لأن اللي حتنم دي في شقيتها وتقفل بقى وتنم عليك بعد كده وتطلع أسرارك بره مش تنفعك بحاجة اللي حنفعك بيتك وولادك وجوزك ضيعي وقتك ليه على الفضل والمليانة تفتحيش باب الشقة وتحطي لجليك بره باب الشقة غير ما يكون فيه فايدة غير ده بيتك أولى بيك بيتك محتاجك لكن تضعيش طول الكلام ده للراجل بس تقوله للست عشان كده يا كانت طول الوقت عمها تنبط بنتها بس ما نبطتش ابنها اه أعودي بيتك أولى بيك كل ساعة أنت عادها بيتك بيتك بيستفيد فأنتي استدعيتي الشخصية بتاعت جدتك هي وما يعجباش الكلام الميع كده وممكن تهب في أي حد حتى لو ضيف مهم حتى لو الناس جايين يخطبوا حفيداتها مثلا يعني دون الناس يمشلوا مع الراس جايين يخطبوا جايين ياخدوا البيت اللي عندنا مش جايين ياخدوا الواد جايين يسطروا بنتنا فدخلت إلى سوعتيهم عادي ده شطها وشتمتها لأن كلامها مش عاجبني وست قرارة كده غتيتة يعني يعني نسب ما يشرفش يعني ست غلصة يعني يعني يا ريت الجوزة دي تغور في ستين ده فكانت هي كانت شرب كده جامد ده يخليني أنه أنا عايز أقولك أن أحمد قدم اتصل بي وأنا كنت ساعتها في مغارجان في المغرب قاعد يتكلم بتاعها مثلا نص ساعة في التليفون وأنا عايز أقوله أن إحنا دولي يعني يعني أنا رومنج كده بندفع كتير قوي يعني كده الإعجاب بكلفني المكالمة دي على إيه؟ أعلميهم فقاعد قال لي أنت جبتي ستي صح أنا ستي قاعدة قدامي دلوقتي وبتفرج عليك هي هي بكلامها وزعقها وتفاصلها جبتها إزاي؟ جبتها إزاي؟ أنا فكر المكالمة دي كويس هو حيسمعنا برضو دلوقتي